مظلة جامعة يستظل بها المثقفون ومعرض مسقط الدولي للكتاب منارة عمانية للثقافة جهود كبيرة تبذلها سلطنة عمان الشقيقة لإنجاح هذه الفعالية الكبرى على مستوى المنطقة بما يحقق نشر الثقافة وهما أثبته الإقبال الكبير على المعرض والذي شاركت فيه عدد من مؤسسة الدول الرسمية والدور فالمعرض كان ولا يزال أرضاً خصبة للثقافة هذا العام شاركنا 946 دار نشر من 32 دولة وهذا بدورة رسخ مكانة معرض مسقط دول الكتاب ضمن المعارض الدولية ذات الصيد المرتفع والله الحمد المعرض يعرض هذا العام 550 ألف عنوان هذا بدورة أيضاً مؤشر توصلنا به هذا العام بقدرة المعرض على تدوير حركة النشر على مستوى العالم سلطنة عمان أقامت المعرضة في مركز عمان للمؤتمرات والمعارض وبمساحاته الكبيرة والجذابة خلقت بيئة مناسبة لتوافد دور النشر سواء كانت عمانية أو خليجية أو عربية اجتمعت كلها لتلبية رغبات جمهور المعرض معرض مسقط يمثل واجهة ثقافية وإعلامية كبيرة حيث أن معظم القراءة يتوافدون من جميع مناطق ولايات السلطنة خلال هذه الفترة ليتحصلوا على أكبر مجموع من الكتب كون أن أغلب دور النشر العربية والعالمية تشارك في معرض مسقط كل سنة في تطور في المعرض وعدد الزوار وعدد دور النشر في تزايد مستمر ويعتبر من أهم المعرض العربية التي نشارك فيها طبعا تخصص الكتب الأردنية تشمل الكتب الأكاديمية في صفة أولى ويوجد بعض الكتب الأطفال وكتب الثقافة العامة ومع تكامل العناصر المهيئة لبيئة ثقافية من دور نشر ودعم حكومي لمثل هذه المعرض توافد محبوء القراءة منذ انطلاق معرض مسقط الدولي للكتاب ليبحروا في هذا المركب الثقافي العماني فالزائرون هم من شتى المراحل العمرية ومن كل الجنسين ولكل منهم هدفه المبتغى في هذا المعرض معرض الكتاب الحمد لله في تنوع في الكتب وفي مشاركات كذلك من دار كتب من دول مختلفة ولحظت هذا العام الحمد لله مشاركات كبيرة وكذلك حضور جيد وفي هناك الحمد لله تنوع في الكتب سواء كانت كتب دينية أو ثقافية أو علمية من مختلف الثقافات المختلفة تمام السلطانة حتى الحين وصلت إلى الدورة 25 فهي مواضبة على هذا على الدورة دائما وفي كتب دائما فيه ناس يقيوا لهذا المعرض أساسا على أساس يحضروا الكتب البنية التي هيأتها عمان لإقامة هذه المنارة الثقافية الضخمة وتنوع المضامين ودور النشر التي تستهرف كافة الفئات جعلت من معرض مسقط الدولي للكتاب أنموذجا يحتذا به كمعرض دولي دور نشر محلية وعربية ودولية شاركت في معرض مسقط الدولي للكتاب فيصل حسين لمركز الأخبار تفزيون البحرين